بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نتابع مع التجويد المصور أخطاء عند نطق الغنة أحيانا بيكون في بعض الأخطاء عند نطق الغنة هذا ما يدور عليه الدرس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى يجب عدم توليد حرف مد من الحركة التي تصبك الغنة فيكون بدلا منها وذلك يكون بإشباع الضمة أو الكسرة أو الفتحة يعني أحيانا بيكون عندي مثلا كلمات الحرف قبل الحرف اللي هو في غنة الإخفاء بيكون حرف مضموم فإشباع الضمة هنا بيتولد معي ومد أو إشباع الكسرة يتولد معي يأمد دي أو الفتحة يتولد معي مد بالألف يبقى وذلك يكون بإشباع الضمة أو الكسرة أو الفتحة التي تصبك الغنة أو حركة حرف الغنة نفسها طيب أو حركة حرف الغنة بل يجب الدخول على الغنة من الخيشوم وده مخرج الغنة زي ما قلنا قبل كده وغنة مخرجها الخيشوم مباشرة دون مد للحركة فتأخذ مكان الغنة طيب مثال زي انظر كده لهذه الكلمة اللي موجود على اللوحة أمامك كنتم هنا كاف مضمومة وبعدها نون ساكنة حكمها الإخفاء لأنه وقع بعدها حرف تاء والتاء من حروف الإخفاء المجموعة في أوائل كلام البيت صف ذا ثنة كمجادة شخص قادر سما ضم طيبا زد فيتك ضع ظالم يبقى عندنا هنا حكم إخفاء أنا عندما أبالغ في ضم الكاف يتولد معي وو مادية ركز كده في النطق كده شوف إزاي كنتم كو اهو بقى فيه وو مادية عندي كنتم طيب الصحيح إيه الصحيح إن أنا أسكن الحرف في أثناء الغنة أسكن حرف النون في أثناء الغنة مثال كنتم 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 هكذا المثال الثاني منكم النطق الخطأ منكم يبقى أنا تولد معي إيه يا مادية طيب عنكم الغلط أو الخطأ عنكم جبت ألف مادة بالألف بعد العين هذا خطأ طيب إن الذين ما تقولش إيه إن الذين إيه وتأتي بياء مديه كذلك إن علينا جمعه وقرآن إن علينا ما تقولش إن علينا يبقى أنت كده جبت مادة بالألف طيب المثال الأخير إن إلينا إيابهم ما تقولش إن إلينا ويجب برضو مادة بالألف يبقى هذا إيه تنبيه كذلك لا تقلقل الغنة عند الوقف عليها وسبب ذلك فتح المقرج قبل انتهاء صوتها من الخيشوم يعني مثلا لو في أي حرف مثلا فيه غنة في نهاية الكلمة لا تأتي بغنة في نهاية لا تأتي مع الغنة بقلقال يعني مثلا أي كلمة مثلا آآ 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 فيوم إذن لا يسأل عن ذنبه إنسٌ ولا جان هتلاقي كلمة جان ديت فيها مادة كلمة ثقل ستة حركات وفيها غنة في النون يعني لا أقرأ هكذا وأقول جانا هو ده الغلط كده عملت إيه عملت قلقلة وحركت الحرف من مكان يبقى فتحت المخرج قبل انتهاء صوت الغنى من الخيشو طيب كان هذا هو درس اليوم درس سهر ويسير وأخطاء عند نطق الغنى يبقى يجب عدم توليد حرف مادة من الحركة التي تصبيك الغنى فيكون بدلا منها مثال كنتم منكم عنكم إن الذين إن علينا جمعه وقرآن إن إلينا إيابهم ندك الخطأ بقى كنتم أو منكم أو عنكم كل هذا طبعا خطأ يبقى بننتبه جدا لهذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى ونطبك على هذه الكلمات وكذلك في سائر القرآن الكريم إن شاء الله تبارك وتعالى هذا والحمد لله رب العالمين